اهلا بكل متابعينا في الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الاسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 17 يونيو وبينتهي بيوم الجمعة 23 يونيو وحنشوف تأثير الحالة الفلكية خلال الاسبوع ده هيكون ايه على موليد برج التور موليد التور خلال الاسبوع ده عندكم 3 ايام الحظ بيحلفكم خلالهم التلات يام دول بيبدأوا من اول يوم الحد الدهر لغاية يوم الثلاث وكمان يوم الجمعة بس يوم الجمعة حيبقى الحظ بيبدأ من اول الساعة 31 دقيقة الدهر نشوف الاول الفترة اللي بتبدأ من اول يوم الحد الدهر لغاية يوم الثلاث في الفترة دي الامر موجود في منزل العلاقات بيديكم فرص هيلة انكم توتدوا علاقتكم بكل اللي حواليكم على كل الاسعيدة مهنيا وعائليا واجتماعيا يعني ممكن عاطفيا رغم معكسة فينس لكن هو برضو خلال الفترة دي الامر بيساعدكم تصلحوا العلاقات العاطفية عموما من اول يوم لحد الدهر لغاية يوم الثلاث عندكم ده يعتبر احسن وقت تقدروا تعملوا فيه لقاءات مهنية مهمة او تعملوا فيه انترفيو في شغل في الفترة دي تعرفوا تبرزوا مواهبكم حلوة تعرفوا تتكلموا بلباقة عندكم يقظة ذهنية سرعة بديها تعرفوا كمان تتفوضوا على اي حقوق ليكم فما تضيعوش اليومين ونص دول يعني يحاولوا تاخدوا اي مواعيد مهمة او تنجزوا اي اشغال مهمة ان شاء الله هتكونوا موفقين خلال الفترة دي كمان ما ترفضوش اي دعوات اجتماعية او عائلية توجه ليكم من اول يوم لحد الدهر لغاية يوم الثلاث لان في الفترة دي ممكن تستمتعوا جدا بوقتكم مع الاهل ومع الارايب ومع الاصحاب وكمان تعرفوا انكم تأثروا جدا في الاخرين وكمان ممكن تظهر لكم فرص كويسة من خلال العلاقات اما يوم الجمعة من اول ساعة واحدة و34 دقيقة الدهر هيكون الامر في منزل الحب وبيبدأ يديكم طاقة عاطفية هيلة تعرفوا تعبروا حلو عن مشاعركوا لو انتم مرتبطين ممكن تأدوا اوقات عاطفية حلوة ويبقى فيه قرب اكتر من الجنس الاخر او الطرف الاخر كمان لو عندكم اولاد هيكون يوم هاي اليوم الجمعة انكم تأدوا اوقات حلوة مع الاولاد او تحققوا تفاهم متواصل افضل مع اولادكم لو انتم مش مرتبطين كمان عندكم يوم ممكن تبقى فيه فرص كويسة للارتباط او تقدروا انكم تعلنوا عن مشاعركم للشخص اللي انتم معجبين به لو بتلعبوا رياضة كمان عندكم طاقة بدنية هيلة بتسمح لكم بممارسة الرياضة في يوم الجمعة بس من اول الساعة واحدة واربعة وثلاثين دقيقة الدهر لو عندكم بقى شغل كمان حيبقى عندكم منتهى الحماس والطاقة اللي تساعدكم انكم تنجلوا شغلكم وتثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه بس فيه شوية ايام لازم تكونوا واخدين بالكم خلالها الامر هيكون في وضع معاكس في الايام دي اللي هي يوم السبت ويوم الحد لغاية الساعة اتنين الدهر فيوم السبت والحد مطلوب منكم انكم تاخدوا بالكم انه تركيزكم اقل فحاولوا انكم تتجنبوا يعني الاخطاء او الوقوع في اي اخطاء فيعني مطلوب منكم انكم ترجعوا كويس كل خطوة بتعملوها قبل ما تنفزوها ده في شغلكم في الفلوس كمان مهم انكم ما تغمروش ضروري انكم تعملوا حساباتكم كويس عشان تتفادوا اي خسائر كمان يوم الاربع والخميس هيكون الامر في وضع معاكس معاكو ده ممكن يخليكو عرضة لمشاكل او لسوق تفاهم في العيلة مع الاهل او الارايب وكمان مع الاصحاب فلازم تاخدوا بالكم يوم الاربع والخميس انكم تحافظوا على اللباقة ما تدخلوش في اي جدال او نقاش ممكن يؤدي الاصدام مع الاهل والارايب والاصحاب كمان بعض موليد التور ممكن يبقى عندكم استرجاع لذكريات حزينة او مؤلمة خلال اليومين دول اللي هما الاربع والخميس فحاولوا انكم تقوموا اي مشاعر سلبية عشان تعرفوا تستمتعوا بوقتكم ان شاء الله لو سمعتوا النصايح دي حتلاقوا انه الاسبوع كله هيمر حلو بسلام وان شاء الله الاسبوع كله يكون حل وكل اسبوع وانتو طيبين